بيو يلا يا سلام أنا وسبونج باب سيكوير بانس واليوم أنا فرحان كتير كتير لأنه بدي ألعب لعبة القفز وبعدها بدي أنزل على قاعة الأمور لأنه أنا باجي كل يوم على هذه المدينة بس بحب أنا أرجح إلى مدينتي قاعة الأمور ولا لازم أنا أقفز جوه المسبح علشان أرجح إلى مقرمشات سلطة وأشتغل عنده أسوي البورجر يلا واحد اثنين ثلاثة بيو يا سلام عن جد والله حلو كتير آه بسم الله وين أنا شو هذا المكان بسيط مرحبا يا بسيط إيش بتعملوني أنت استنوا هذا مش بسيط هذه الصورة تبعته طيب شو بعملوني وأنا شو بعملوني والله الصورة غريبة كتير خلاص خلينا أنا أبدأ ظن طالع زي هيك ايه شو هذا شو هذا خلينا أروب بيو بيو ايه ما فيه مخرج ديلي طيب شو بدي أعمل أنا كيف أنا بدي أرجح إلى المنزل تبعي هاي المي فوقي بس أنا لازم تلمسني المي علشان أروح على قاعة الأمور عن جد أنا والله انحبس شكلي بهذا المكان هاي ساعدوني ساعدوني النجدة والله مستحيل أي حدا يسمعني لأنه أنا موجود تحت المية وصعب كتير إنهم هم يسمعوا كلامي يعني طيب إيش أفضل حل إن ممكننا أسويه ممكن إن هو أكبس على هذا الزر نعم علشان أنتقل وأروح إلى مكان تاني يلا طيب رح نشوف إيش رح يصير بس يا رب إني ما أموت يلا واحد اثنين تلاتة ايو يا سلام هيني انتقلت إلى الكوكب بتاعي واو كوكب لس بونج بوب عن جد والله إيش حلو كتير ما عمر بحياتة توقعت أنا إنه رح يكون عندي أنا مثل هذا الكوكب حياتي فكرت رح أضني عايش جوا منزل الأناس يعني ولكن هيتغيرت حياتي للأبد والآن أنا أصبح عندي كوكب بس وين صديقي بسيط وين صديقي شفيل اللي بعيشه جنب المنزل تبعي ما علوم أي كواكب لأنه ممي ما أجو معاي عن جد والله إشتي حزين كتير خلاص خلينا ننزل هي با بسيط شا شفي مرحبا ياي أصدقائي نعم إحنا أصدقائك تماما والله بصراحة إشي حلو كتير هاي نانا جيت لعندك كنت مراقب فيك وبعد ما أنت كبست على هذه الكبسة خفزت معك أنا وكبستها بس شفي بالخطأ المشكلة هو كبسة لأنه وثقت جوال حفرة أوف أوف يعني ربدي أعيش أنا معاك وهوني أنا بكرا يسبونج بابا بصيط يعني ممي مشاكسيا ليش يك حظي أنا بالحياة دائما لازم في سبونج بابا بصيط ياي صديقي شا شفي واو والله حلو كتير كتير لا حلو ولا بطيخ والله أنا بكراكو على الآخر أنتو ناس مش طيبيا أنت واحد يا سبونج باب زنخ كتير ودمك طيل وأنا ما بحبك إيه الله يسامحك وأنا بحبك كتير أنا وبسيط نعم طبعا إحنا منحبك يا شفي هاي هاي سبونج باب بصراحة أبدأ أحكي لك الشغلة يعني أنا بالخطأ جبت شغلي مثل الآلة وعبيت الدنيا تحت بالمية ممكن تشيلها لأنه في ولد صغير عالق بالأسفل إيه؟ أه والله هذا المسكين عالق هوني هلا بطلعك طلعني طلعنا من المية هذه طيب طيب خلاص ولا يمك أنا راح أشيل كل المية بيو بصبح مثل الأسد تماما مثل الدلفين يلا طلعنا هلا أطلع زي هيك بيو هلا بشيل المية وبنقذل بالأسفل نعم القذوه حرام والله صار إلو ساعة جالس بصيح القذوه خلاص أسكت أسكت هلا باجيك سفينج شو بدي بالسفينج استنوا نعم سفينج علشان أزيل المية عن جد والله إنه أنا ذاك كتير يلا هاي زي هيك زي هيك بيو هلا راح أيم المية كل يا تا ورح أرجعك أنت بأمان وبسلام يلا بيو بيو يا شكرا يا سبونج بوب العفو العفو هاي أرجعت لك كل شي ووو حاسوب محطوط علي صورة كواكب إيش هدول الكواكب هدول الناس اللي عندنا يعني بصراحة أميك غريبيا إذا ممكن تروح أنت وتكشف مين بالكوكب الأحمر نعم طبعا أنا بحب الاكتشاف ممكن يكون مصر سلطع لأنه لونه أحمر وأجيبه إلى الكوكب بتاعنا تيجي معي يا شفيق لا ما بدي أجيب روح بينهم يلا أنت بصراحة واحد يعني مجنون ومشاكس كتير لا أحلى سعيدة شكرا لإلك يلا 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 بيو خلينا أظن الطير إلى هذا الكوكب الأحمر بيو هين وصلت لعنده يلا مين رح يكون موجود فيه أنا لسه ما بعرف ولكن هلا رح أشوف يلا سنو خلينا أتجسس وأسمع إيش اللي بيحكوها دولة يلا يلا يا ولاد جهستنا الآل السحرية آلت علاء الديا والسجاد الطائرة علشان نركب بالسجاد الطائرة ونضنم سفريا ونرمي قنابل على المدينة علشان نحول الناس إلى الزومبيز وإلى تبعوا خدم له جعفر الشرير أنا جعفر بعفر إيه جعفر شو بيسوي جعفر من عائلة علاء الدين هوني هذا شرير وبيحكي بدي يركب السجاد الطائرة ويرمي قنابل من الأعلى يعني رح يخرب هاي المدينة اللي أصلحت متى المدينتي واللي بحبها كتير ما رح أسمح له أنا يلا جاهزة يلا خليها نركبها نرمي القناة بالواحد اثنين ثلاثة توقف عندك لا تتحرك أي حركة شو هاد الكلام اللي بسمعه بدك تخرب المدينة نعم بدك تخرب المدينة لأنه أنا هو جعفر الشرير وهذا طفلي وهينا معانا هذا الببغاي الشرير اللي رح يحمل بيديه قنابل ويلقيها من السماء ومعاي العصاة السحرية اللي بتسوي كل مهمات الشر وهي طفلي الصغير معاي نعم أنا رح أكسر كل المدينة ورح أبعث عليها سحر قاتل يكسرها تكسير كسر كسر راسك إن شاء الله ما حدا رح يسوي شي أنا رح أكسر روسكو اسكت اسكت انتي بلاش أضعص على راسك انت سبونج بب ضعيف ما عندك قدرات انفكر ليه في صغيرة بدا يعني تقضى عليه انت تحديان بتكون خسران كبيرك الأول رح يكون إنك تطلع الاختلافات ما بين هذي الصور يلا أتحدك تجد كل الاختلافات اللي موجودة بهاي الصورة طيب 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 خلينا أتطلع خد لك هذا الاختلاف هين وجدته اتفرج اتفرج هون موجود فراشي أما هون ما في فراشي وكمان خد لك هذا الاختلاف انت يا جعفر المعفر النوب اسكت أنا مش نوب وين الاختلاف يلا بتجالس بتغير الكلام علشان مش لا ينتعي اختلاف شكله لا وجدته هاي الاختلاف اتطلع لون البلون أحمر أما هون لونه بنفسجي ناك شكله مثل البيضاء هون مثل على شكل قلب الحب وكمان هون في شمس يعني هون أما هون ما في هاي شي طيب يلا لسه ضايل كمان 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 اختلافات دور عليها ويحكي لي وينها يلا بسرعة ولاش تكون انت الخسران أنا ما بخسر هيا هون في ورد هون ما في ورد هون في أرنب هون ما في أرنب خلينا أركيز بتوقع هدول أمي كل الاختلافات اللي موجودة بهاي الصورة هين أنا وجدتهم خلينا أتأكد نعم خلاص ما فيش تاني أوف طيب ده جرب قدرة التحمل تبعتك ادخل في هذا الباب لمدة عشرين ثانية واذا درت انت تطلع من هو أنا راح أكون متأكد انه انت قوي بس انت ضعيف يلا واحد تلاتي أربعة خمسي ست سبعة تمانية تسعة عشر تسعة 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 عشرين كيف قدرت تعيش كيف؟ هادا لأنه أنا في اسبونج باب كاين مائي تحت المية وما بصير فينا أي شيء أنا أصلا بعيش بالمياه والآن هنقت الموت ليلك هيش لا خلص سامحني لا 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 الأي هيه هاي اختفى من قدامي وأنا هالا خلص خلاص التحدي بام هي اختفت كول العائلة بعته وأنا هلأ بقدر اني أرجع إلى الكوكب تاعي بسلامه بأمان واحكي partners بسيط اني قضيت على جعفر الشرير أنا سبونج بابسي كوير بانس أقوى باطل بالعالم سبونج باب لونه أصفر كموني أوف أوف أنا غاضب كتير والله لأن الفار هارب من جوا الكوكب تبعي كان في عندي فار هوني ودائما دائما أنا بات قاتل معاه مثل ما انت شايفين أنا جمت عليه بدي أكله ولكن هو طال أزازة العصير هذه وضرب نبره سوغم عليه وساعته هو هرب هاي خلاص لا تحزن مش مشكلة راح تلاقي هذا الفار وبيوم من الأيام انت راح تجيب لي علشان أنا أكله لأنه أنا بحب أكل الفقران وأنا كمان انت وسكت لأنه كل منك ليش ما رقبت هذا الفار والله ما إلي دخل ما بعرف هو هرب يعني خلاص في الفار بالأسفل ليش ما تأكلهم لأنه مش لذيذيا اسكفر هو الفار جيري الصغير وأنا بدي أجيبه إليك علشان أنت تأكله عشان أنت تحب أكل الفقران اللذيذي نعم طبعا بدي أنا هذا الفار فقط ما بدي أياه فار تاني خلاص راح أجيبه أوه في كل الفقران موجودين هون يعني اللي ندخل عليهم أكل الفقران علشان أخذ الطاقة لأنه أنا جيعان وبدي أروح وبدي أبحث عن الفار جيري لأنه هو أسكفر هدول مش لذيذيا وطعمهم مقرف أما داك طعمه مثل العسل تماما مثل الحليب بالشوكولاتة يلا اللي نأكل الفقران هدول أبي وأكلتهم كل ياتهم اطلب خذ أنت كلب كل 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 فقران فقران عشان أنت بتحب تأكل شكرا عفوان عفوان هذا هو الرئيس تاعي وين عطيته فقران علشان يأكل أما أنا راح أجيب لك أزك فار جوا هاي القرية ياي يلا روحوا دور على الفارجيري أنا بدي أكل منه أنت وسقط ما إلك إلا الفقران هاده المش لذيذة اللي موجود الأسفل لأنه أنت طفل صغير أوف أنا طفل كبير وسقط ولا كلمة يلا تعالوا تعالوا هليناء بدأ دور على هذا الفار وين راح يكون يا ترى هون مستحيل طيب هون مستحيل طيب هون هئت لون الفرجيري لون بني وهذا المكعب والكوكب باللون البني إذن هو ممكن يكون بعيشوني ولكن والله في صراحة عنده جنود جيش كبير كل يأتم معهم أسلحة وإذا بشوفوني أكيدهم ما راح تخوني لأنه قطة أنا ممنوع دخول القطة لأنه جوا موجود فيه فقران قلينا هتسلل زي هيك خلعت الباب رجع أيوة مثل هيك يا حبيبي منيح ما أحد أشاف هيه شو هادة شو هادة شو بتعمل انتوني اطلع بره بسرعة قبل لا ضربك على رأسك هيه توم شو بتعمل جوا الكوكب تاعي ممنوع الدخول لهذا المكان أصلا الحراس كيف ما شافوك أنا حطيت إنه ممنوع دخول القطة نعم ولكن أنا خدعت الحراس وجيت بدون ما أحكي لهم يالله بدي أكل كنتين اتنين بدي أبدأ فيك أنت يا صغير أنا؟ لا أكل أبوي الفارجيري أنا يعني كي بستغنى عن أبوك يا مجنوان هيه ما أفتاكل أي حدا بقى نصحك تطلع من هوني قابل لها نادي الحراس لأنه ممنوع حدا يجي إلى هذا الكوكب يالله اطلع من هون ههه يا حراس تهالوا امسكوا هاة خبر عني بدي أرب من هوني ايو ايو بدوا يطلع من الباب امسكوا ايو ايو يالله يالله امسكوا امسكوا او او مرحبا انا فقط كنت جاي علشان بدي بدي ااكل الفار اصلي بدي اطعم الفار انا بدي اطعمي نفسي يا كذاب يا كذاب اللي بكذاب وين بروح يا شباب على النار او او يا الله اطلقوا عليه النار يا اقوى جيش جاري بالعالم